اشتركوا في القناة وأشعر بحرج بعد أن استمعت إلى هذه النماذج وبخص الأخير هذا فأدام الله عليكم هذه النعمة نعمة القرآن ونعمة الأصوات الجميلة ونحن نتعلم منكم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرُّقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومة اللهم إن اليوم يوم جمعة ونحن ضيوفك وزوار بيتك فأكرمنا ولا تهنّا وبارك في هذا الجمع الغفير الذي يحب القرآن ويحب العلماء ويحب الإسلام اللهم كما جمعتنا في بيتك في صلاة الجمعة على غير أرحامٍ بيننا في هذا المكان المبارك وهذه المدينة المباركة فاجمعنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصّتك اللهم بارك في هذا المسجد وفي المسؤولين عنه ومشيخه وفي رواده وأجر الحق على أيديهم اللهم إن إخواننا أكرمونا أحسنوا وفادتنا وأحسنوا استقبالنا وأحسنوا الظنَّ بنا فاللهم اجعلنا سببًا في إدخال السرور عليهم يا رب العالمين اللهم بحق اسمك الأعظم افتح لدعائنا أبواب السماء في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيِّدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم آمين سأبدأ بتلاوة مرتلة سأبدأ بعون الله بتلاوة مرتلة ثم نختم بتلاوة مجودة لكنها لن تكون جميلة مثل قرائكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَذَّهُمْ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَذَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم أنزل من بركات هذه الآيات على هذا الجمع يا رب العالمين اللهم أنزل من بركات هذه الآيات ونفحاتها على هذا الجمع المبارك وهذه الوجوه المتوضئة القلوب المؤمنة التي التقت فيك ولك في بيتك وفي صلاة الجمعة اللهم أمين واجمعنا في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم على حوضه واسقنا منه شربة لا نضمأ بعدها أبدا والآن مع التلاوة المجودة لكن لن تكون جميلة مثل تلاواتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفيد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفيد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولن جئنا بمثله مدادا قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها والنهار إذا جلها والليل إذا يرشها والنهار إذا جلها والليل إذا يرشها والسماء وما بنها والسماء وما بنها والرض وما طحاها والرض وما طحاها والرض وما طحاها ونفس وما طحاها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها قد أفلح من زكها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها قد أفلح من زكها والنهار إذا جلها والليل إذا يرشها والنهار إذا جلها والليل إذا يرشها والسماء وما بنها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكها وقد خب من دسها صدق الله العظيم اللهم تقبل يا رب العالمين اللهم أنزل من بركات القرآن ونفحات القرآن ما يكون سببا في سعادتنا في هذا اليوم وفي كل الأيام اللهم ونحن ضيوفك وفي بيتك فاللهم جعلنا ممن عناهم نبيك صلى الله عليه وسلم بقوله مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندك اللهم يا رب العالمين هؤلاء عمار بيتك في صلاة الجمعة اللهم أنزل علينا رحماتك وارضعنا بفضل الطيبين المباركين في هذا الجمع اللهم اجمعنا بنبينا في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين اللهم تقبل منا هذه الآيات واجعلها رحمة لنا وللحضور جميعا وبركة لنا ولأولادنا وبيوتنا اللهم أمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقبرا